السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام مضيفة أن الحكومة تتحمل المسؤولي الكامل في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم والتمييز الممارس في حق تلاميذ الغطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة وأكدت الرابط في بلاغها تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة مضيفة أن خطوة هاته جاءت نظرا لكون هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة التمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته من هذه المنطلقات قررت الرابط المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفع دعوة قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم سيتم وضعها لدى محكمة النقد يوم الاثنين الساب والعشرين وانبر الفين وثلاث وعشرين على الساعة العاشرة والنصف صباحا ترجمة نانسي قنقر